السلام عليكم العافية معكم خلد الاتجار ان شاء الله في هذا الفيديو سألتك عن موضوع بسيط لكن من نفس الوقت كثير مهم اللي هو تحديد الزاوية في أي ربع تقع سألتك عن فيديو أن الزاوية كيف تقع على Y-axis و X-axis هنا كان في عندي الصفر هنا كان في عندي البيع على 2 هنا كان في عندي البيع هنا كان في عندي 2-بيع هذا الربع هو الربع الأول مزبوط وهذا الربع الثاني وهذا الربع الثالث وهذا الربع الرابع حكينا عن الزاوية هذول ما رح أرجع هم لهم البيع على ستة والبيع على أربعة والبيع على ثلاث تمام هذول الثلاثة أصلا ون يقعوا هذول فعليا هذول الثلاثة يقع في الربع الأول طب ربع الثاني والثالث والرابع اللي هم مكافئات حكينا عنهم بفيديو اليونيت سيركل احنا رح نحكي هسا عن زاوية لو اجتني مش على ثلاث ولا على أربع ولا على ستة مثلا اجع اعطاني الزاوية خلنحكي فرضا هل اي اشي باي على اي رقم بس يكون هون فوق البسط واحد اذا كان البسط واحد يعني باي على ثلاث باي على أربع باي على خمسة باي على ستة باي على سبعة باي على اي رقم كلهم وين في الربع الاول طب اي شي غير هيك فرضا لو كان عندي تسعة باي على سبعة هاي ربع هاي زاوية عفوا في اي ربع تقع شوفوا كيف التكنيك هلا لو انك انت بتغبط تستخدم اي الحاسبي خلص تيجي بتحكي تسعة في مئة وتمانين على سبعة تسعة ضرب مئة وتمانين على سبعة بتطلع في اي ربع تقع كيف هيك تحولت للدرجات تسعة في مئة وتمانين على سبعة فرضا طلع الجواب من صفر الى تسعين اذا هي بربع الاول إذا طلع الجواب من 90 إلى 180 هي في الربع الثاني من 180 إلى 270 في الربع الثالث من 270 إلى 360 هي في الربع الرابع هذا إذا كان بطلع لك تستخدم الألحاسب إذا بطلع لك تستخدم الألحاسب خلص يعني سكر الفيديو صراحة واللي بدي يضربها بإيده بتحتاج لوقت أنه يضرب 9 في 180 على 7 فشو الفكرة؟ الفكرة بس بهذهل الرقمين أنه هم 9 على 7 أول إشي لازم تعرف هل هم ضمن الفترة تعيتك؟ أنت الفترة تعيتك لازم تكون من ألا وين؟ فترتك بالزاوية لازم تكون من ضمن الصفر إلى 8 باي فأول شي بدي أشيك هل هي أقل من 2 باي ولا أكبر من 8 باي الزاوية فباجي بحكي 9 باي على 7 كيف بدأ عرف أنها أكبر من 2 باي ولا أقل من 2 باي بقسم هذول الرقمين 9 على 7 ما بديك تقسم ليهم 100 بالمئة حوالي 9 على 7 هل هم أكبر من 8 مستحيل ليش؟ لأنه 14 على 7 تساوي 8 فأي رقم أقل من 14 أكيد رح يكون 9 على 7 زي 9 على 7 مثلا أكيد رح تكون أقل من 8 بالمقابل لو كان في عندي رقم أكبر من 14 على 7 أكيد الجواب رح يطلع أكبر من 8 فعشان هيك 9 باي على 7 هي أقل مبدئيا هي أقل من 2 باي تمام؟ إذن هي بالرابع يا بالتالت يا بالتاني يا بالأول تفقنا؟ طب لو كانت أكبر من 2 باي كيف دستي أحولها والقصص هاي لما نفوت بالإنبرس بتشوف شو قصص التحويلات المهم أول شيء عرفنا إنها أقل من 2 باي لو كانت 15 باي على 7 المهم رقم أكبر من 14 هيك بتكون أكبر من 2 باي إذن هي أقل من 2 باي مبدئيا طيب تاني شيء بشيك عليه 9 على 7 هل هو أكبر من 1 ولا أقل من 1 إذا كان أكبر من 1 فإذن هو أكيد بالربع الثالث أو بالرابع إذا كان أقل من واحد إذن هو بالربع الأول أو بالثاني تمام إذن شيك تقول شيء أقل من 2 باي هل بشيء هل هي أكبر من 2 باي والأقل من باي معامل البي واحد إذا كان 9 على 7 أكبر من واحد وهو أكيد هون بهذه الحالة أكبر من واحد إذن راح يكون بين يا الربع الثالث إلى الرابع كان 9 على 7 أو عفوا من الرقم كان اللي هون بسط على المقام أقل من واحد راح يكون من واحد إلى 2 بهذه الحالة شوه 9 على 7 أكبر من واحد إذن هيا بالتالث يا بالرابع شفت كيف تقلصت الاختيارات عندنا كان عندنا أول إشي هي أكبر من 2 مي smaller والأقل من 2 مي طلعت أقل من 2 مي هل هي بالأول الثاني ثالث والرابع طلعت يا بالثالث يا بالرابع هل صفت يا ثالث يا رابع صح؟ مين؟ الثلاثة على الثلاث الهي واحد ونص إذا أكبر من واحد ونص بالربعة الرابع إذا أقل من واحد ونص بالربعة الثالث كيف بعرف أجيب بحكي هل هي التسعة على سبعة هاي التسعة على سبع خلي ليها جنب شو نص السبعة نص السبعة ثلاثة ونص ففعليا سبعة زائد ثلاثة ونص عشر ونص صح سبعة زائد ثلاثة ونص عشر ونص على سبعة الجواب واحد ونص إذا عشر ونص على سبعة الجواب واحد ونص تمام طيب تسعة على سبعة أكيد أقل من واحد ونص إذن هي الزاوي في أي ربع تقع التسعة باي على سبعة تقع في الربع الثالث وصلت بالمقابل لو أجاني حكالي بدي الـ 11 باي على 7 11 باي على 7 شو شو بنعمل باجي بقول له 11 على 7 أقل من 8 صح لأنه 14 على 2 7 أو 14 على 7 يسوي 8 صح إذن أكيد أي شيء أقل من 14 رح يكون أقل من 8 فإذن 11 باي على 700 بالمية أقل من 2 باي يعني ربع أول ثاني ثالث رابع 11 على 7 أكبر من 1 إذن ياب ربع ثالث ياب الرابع بيجي هل لا بصف عندها للـ 1 ونص 11 على 7 أكبر من 1 ونص أقل من 1 ونص حكينا السبعة بتقسمها 2 تطلع 3 ونص زيد على السبعة 3 ونص زي هون 10 ونص على 7 هاي هي الـ 1 ونص عندك 11 باي على 7 أكبر من 10 ونص على 7 إذن هي أكبر من 1 ونص إذن وين موقعه واقع بالربع الرابع طيب لو كان في عندي 3 باي على 7 3 باي على 7 شو باجي بحكي 3 على 700 بالمية أقل من 8 صح؟ أكيد أقل من 2 3 على 7 طيب يب الربع الأول يب الربع الثاني ضل أشيك على مين؟ هل هي أكبر من النص؟ مهي واحد على 2 هل هي أكبر من النص؟ إذا أكبر النص بتكون بربع الثاني أقل من النص بتكون بالربع الأول باجي بحكي السبعة شو نصها؟ 3 ونص 7 ناقص 3 ونص 3 ونص إذا 7 ناقص 3 ونص 3 ونص على 7 الجواب نص تمام؟ 10 ونص على 7 واحد ونص لما زيدت للـ 7 3 ونص هون بدأ تطرح من السبعة 3 ونص صارت 3 ونص على 7 الجواب نص أنت عندك 3 على 7 إذن أكيد الجواب أقل من نص إذا أقل من نص إذن بأي ربع هاي في الربع الأول بالمقابل لو كان عندك 4 باي على 7 أكيد أقل من 2 باي أقل من الواحد إذن هي ياب ربي الأول ياب الثاني بظل أشيك الأكبر من نص والأقل من نص شيك إذا 3 ونص على 7 نص صح؟ 4 على 7 أكيد أكبر من نص إذن هاي بالربع الثاني وهلما جرى لأي زاوية بتخطر على بالك بهيك طريقة من شيك أكبر من 2 باي ولأقل من 2 باي إذا أكبر من 2 باي رح يسير في عدة تحويلات إذن رح نشوف بالإنفيرس أقل من 2 باي بظل أشيك هل هي أكبر من 1 أقل من 1؟ أكبر من 1 إذن رح أسير أشيك على 1 ونص إذا أقل من 1 بدي أشيك على النص إذا كانت أكبر من 1 هي بالتالتة بالرابع إذا طلع الرقم هذا هو بسطع مقام أكبر من 1 ونص إذن بالرابع إذا أقل من 1 ونص بالثالث طيب طلعت أصلا أقل من 1 فهي بالربع الأول هي بالثاني مزبوط بقسم الرقمين على بعض إذا كان أكبر من نص بالربع الثاني أقل من نص بالربع الأول وهكذا هيك بقدر أحدد أي زاوية في أي ربع تقع ترجمة نانسي قنقر